أغنى عشر عائلات ملاكية في العالم رقم عشر العائلة المالكة في ليختنشتين هذه الدولة الصغيرة هي واحدة من أغنى البلدان في العالم وتعد عائلة ليختنشتين من أغنى العائلات في العالم بثروة تقدر بأربع فاصل أربع مليار دولار معظم الثروة يمتلكها الأمير جون أدم الثاني حاكم ليختنشتين رقم تسع العائلة المالكة المغربية تمتلك العائلة المالكة المغربية والمكونة من تسع عشر شخصاً يزيد عن ثماني مليارات دولار ويمتلك نصيب الأسد منهم الملك محمد السادس رقم ثماني العائلة المالكة في دبي بثروة تقدر بثماني عشر مليار دولار وحكمت عائلة المكتوم أمارة دبي منذ قرنين من الزمان وحولوها من صحراء قاحلة إلى جنت الأفرياء يمتلك معظم الثروة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم رقم سبع العائلة المالكة في بروناي بثروة تقدر بثماني وعشرون مليار دولار ويمتلك الثروة سلطان بروناي حسن بلقية ويدفع لحلاقة وقص شعره فقط حوالي واحد وعشرين الف دولار رقم ست العائلة المالكة في تايلاند بثروة تقدر بستون مليار دولار رقم خمس العائلة المالكة البريطانية بثروة تقدر بثماني وثمانون مليار دولار رقم أربع العائلة المالكة في أبوظبي بثروة تقدر بمائة وخمسون مليار دولار بقيادة الشيخ خليفة بن زايد لنهيان والمصدر الرئيسي للدخل هو تجارة النفط وتمتلك العائلة أطول مبنى في العالم برج خليفة في دبي والقصر الملكي للعائلة ثمنه 2 مليار دولار وهو الأكبر في العالم حيث تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع رقم ثلاث العائلة المالكة في قطر بثروة تقدر ب335 مليار دولار ويقود العائلة الشيخ تاميم بن حمد وهو أصغر حاكم في العالم حاليا حيث يبلغ عمره 41 عاما وتمتلك العائلة مجموعة كبيرة من العقارات في المملكة المتحدة أكثر من العائلة الملكية البريطانية نفسها وهي أيضا شريك رئيسي في شركات فولكس وبركليس رقم ثلاث العائلة المالكة في الكويت بثروة تقدر ب360 مليار دولار فعلى مدار حوالي 300 عام حكمت عائلة آل صباح الكويت وجمعت ثروة تبلغ حوالي 360 مليار دولار وتأتي ثروة العائلة بقيادة الشيخ صباح الأحمد من صادرات مفط وتمتلك العائلة عددا كبيرا من الأصول في جميع أنحاء العالم خاصة في أمريكا رقم واحد العائلة المالكة السعودية بثروة تقدر بحوالي واحد ونصف تريليون دولار فهم أغنى عائلة ملاكية في العالم بأسره فالمملكة العربية السعودية هي واحدة من أغنى البلدان في العالم بفضل الاحتياطي الكبير من النفط وتمتلك العائلة الملاكية عقارات في فرنسا والمملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وتدفع العائلة مبالغ كبيرة مقابل شراء أي شيء تريده فلوحة ليوناردو دافنشي التي يبلغ عمرها 500 عام قامت العائلة بشرائها بمبلغ 450 مليون دولار كانت هذه هي العائلات العشر الأغنى في العالم شكراً للمشاهدة